سين عموتي انت لا تفقه في عالم انت بتديب اشي ولكن مش عارفين الفكر الفني تبع عموتي المدرب المحلي بالوقت الحالي افضل من المدرب عموتي للاماني خلاص ايقالة عموتي ويستلم المنتخب الان جهاز فني محلي المدرب اعلامة استفهام كبير يعني بصراحة مدرب في الصفر يعني ما زال الاعلام الاردني يهاجم السيد عموتي ما زال الاعلام الاردني او بعض رؤساء الاندية او بعض الاعلامين مش الكل يهاجم المدرب الوطني المحترم جدا طبعا عموتي العمل يتحدد عن هذا المدرب الكبير. من كالساسي نقول الاعلام الاردني يهاجم عموتة. الى الان. اليوم المطلب الرئيسي بالاسمالية خلوا المدرب يشتغل عن نفسه. سيبوه. اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية للجميع. مرحبا بكم في فيديو جديد كما سمعتم معنا اخواني في المقدمة دي الفيديو. هكذا كانت التعليقات دي الجماهير الاردنية البعض منهم وصف بان حسين عموتة مفلس تكتيكيا والبعض منه وصفوا بانه مدرب صفر والبعض منهم بيقال بانه لا يفقه في عالم التدريب. هاتش كان في المباريات الودية قبل الدخول في غماري المنافسة على كأس امم اسيا الاخيرة بقطر وكان ان ذاك المنتخب الاردني خسر في المباريات الودية امام اليابان بسوداسية نظيفة كذلك ايضا امام المنتخب النرويج بسوداسية نظيفة لكن حسين عموتة ركز على الرسميات وظهر مدرب كبير في المباريات الرسمية وليس في المباريات الودية وهذا هو الأهم أنه تمشي تلعب مباراة ودية ودير مباراة تاريخية وتفوز في المباريات الودية ولكن في المباريات الرسمية والأهم وهذا ما فعله حسين عموت تتألق في كأس أمم أسيا وأظهر الجمهور الأردني وأسكت المنتقدين ديالو ووصل إلى نهاية كأس أمم أسيا وتوجى بوصيف البطولة على حساب المنتخب القطري الذي توجى باللقب كذلك أيضا نحن الآن في التصفيات ديالكأس العالم 2026 أيضا بزاف ديال الإعلامي وكذلك الرؤوسة ديال الأندية في الأردن تقدو حسين عموتة لأن حسين عموتة دافع على اللاعب المحلي وعطى لللاعب المحلي في الدور الأردني الفرصة بش يكون مع المنتخب ديال النشامة وهو ما يقدموا مستويات كبيرة في التصفيات مونديال 2026 فازوا على التاجكستان بعدها فازوا على المنتخب السعودية من بين المنتخبات الكبيرة وعندها تاريخ كانت مرشحة دائما لتذهب إلى كأس العالم اليوم المنتخب الأردني بقيادة حسين عموتة متصدر للمجموعة نتمنى إن شاء الله بحول التوفيق لهذا المدرب ولهذا المنتخب